السلام عليكم اليوم رأنا امام اقامة سكانية كبيرة يعني وجميلة من ناحية التصميم شغال يعني جيدة من ناحية الفينيسيون وهذه الاقامة تقعوا بقسنطينا قامت حيدرة بقسنطينا ونشوف يعني على سب النوعية انتها الاشغال وحبيت ان نركز على واحد النقطان والضحاء كان بزاف واحد الناس يقول لك علش ما نبنوش ناطيحات الساحة في الجزائر ناطيحات الساحة في اي مكان في العالم لا تمثل الا خمسة على اقدر يعني اقصى تقدير عشرة في المية من مجموع الساكانات في اي دولة في العالم مهما ما حتى لو متكلم على امريكا تسعة وتسعين تسعين في المية خمسة وتسعين في المية تاعد الساكانات تاعد البنايات ليست بالناطيحات الساحة اذن البنايات المخصصة للساكن لا تفوق اكثر من ستة طوابق يعني سبعين ثمانين في المية تاعد البنايات لا تفوق اكثر من اه خمسة ستة طوابق اما البنايات الكابية العالية اه فوق مية متر اه هذك اه تابعة للشركات اه اللي عندها رأس مال كبير وحبت تستثمر تستثمر في اه يعني اه سياج هاتكوارتر انتعلى المؤسسة هذيك تبني اه انقراطسيال ولا الى كانت شركة كبيرة احنا مثلا نطالب هذا هو المطلوب احنا نطالب شركات كبيرة مثل صوناترا كوسيدير اللي عندنا شركات اللي قيمة بمسوني القاز هذه الشركات ان تقيم ناطيحات ساحاب هذه صح شركات قادرة عند تبني اه يعني ما يعني مقر اجتماعي تحت تكون اه يعني بناية اه كبيرة اكثر من مية متر يعني ثلاثين ربعين خمسين طبقة هذا هذا مطلوب البونوك كذلك البونوك قادرة تزوج البونوك تجتمع في بناية واحدة يبنو بناية كبيرة لكن للساكن للساكن نحن ما زال ما لحقناش بباش نبني اه الساكن عامودي ما زال ما لحقناش ليها الساكن العامودي اه يتطلب اه دي باتيمون انتيقري فيهم كلش كل المقتضايات تعالحيات ما يشغل للساكن نقدر نكتب بناية عالية لكن تكون فيها كلش تكون فيها المدرسة تكون فيها المسجد تكون فيها الاكريش الروضة تكون فيها مركز تجاري يكون فيها حتى فضاءات اه يعني الخضراء يعني تكون فيها مساحة خضراء داخل البناية الواحدة وهذاك النموذج هذا اه هذا يعني كونسبت جديد اه يعني في العشرة والعشرين سنة الاخيرة كان بعض الدول بنات بناية من هذا النوع لكن احنا ما زال الاول لا نحتاج لهذا النمط الساكن وثانيا ليست لدينا الوسائل لبناء يعني عمارات ساكنية عالية بهذه المواصفات اذا لا داعي ان اكل مرة نتكلم على اليقراتسيال ونكتفي بهذا القدر السلام عليكم